ابدأ اخبارنا النهاردة بخبر عن منتخب مصر للشباب بقيادة الكابتن واق الرياض اختار خمس لاعبين من نادي الزماني كفي المعسكر اللي هيقام معسكر مفتوح من 25 حتى 27 اكتوبر ضمن خطة جهاز الفني لمشاهدة عدد من اللاعبين واكبر عدد من اللاعبين الاختيار الافضل عناصر ضمت القائمة من الزمان الخمس لاعبين هم يوسف حمادة حارس مرمى موليد 2005 وهشام محمد فؤاد موليد 2005 يوسف واقل لاعب وسط موليد 2005 ايضا انس واقل جناح هجومي موليد 2005 واحمد خالد السنبك مهاجم موليد 2005 دول خمس لاعبين اللي انضموا لمنتخب مصر للشباب المعسكر الاول على فكرة لمنتخب الشباب اللي يقيم بالاسماعيلية كان شهد انضمام 34 لاعب علشان يكونوا اجمال اللاعب اللي تم استدعاهم حتى 34 لاعب والرياض بيوسع المساحة اكتر او القماشة عشان يشوف اكبر عدد ممكن من اللاعب والجهاز الفني هيحسم عقب المعسكر المفتوح قيمة اللاعبة ان هي اللي هتشارك فيه دورة شمال افريقيا اللي هتقام في تونس في نوفمبر المقبل القيمة يعني حازم جمال وعد المنعم تامر ومحمد المنشاو احمد جابر في حراسة المرمة خط الدفاع كاميرون اسماعيل وده لعب محترف في الخارج على فكرة استدعاه واقل رياض مهاب سامي حسن ابو المعاطي معتز محمد عبد عزيز سعيد احمد مجدي احمد عبدين محمد نبيه حمد صلاح محمد سمير يوسف عبد الحفيز محمد ابراهيم خط الوسط مروان محمود عبد الرحمن كتكوت محمد السيد محمد عبد الناصر احمد خضري يوسف عفيفي ويوسف احمد حسن وياسر احمد خالد عمر خضر يحيى هشام هادي عامر كريم حامد وفتحي عموري وعمر خالد خط الوجوم حسن صابر محمد زعلوك وكريم سعيد ده بالنسبة للمنتخب الفين وخمسة تمانياتنا بالتوفيق لمنتخب مصر للشباب